أخبار النادي الأهلي في حلقة النهاردة بالمناسبة بالإضافة للمكسب بتاع مبارح والعرض الجيد اللي قدمته وفرقة النادي الأهلي أعتقد كان فيه مكسب كتير جدا وكانت فرصة العدد كبير جدا من اللعيبة إن هم يردوا على كل الأصوات اللي انتقادتهم وشككت فيهم وفي قدراتهم في الفترة الأخيرة بشوف إنه مبارح فرقة النادي الأهلي استعادت جزء كبير جدا من مستواها والأهم من المستوى والكرة والفنيات الروح الروح مبارح وإننا حسيني أن اللعيبة بتبزل فوق طائطها وكان الله في عونهم أنا مقدر تماما وأنا هنا يمكن عشان قريب شوية من الكواليس عارف قد إيه اللعيبة بتعيني وعارف اللعيبة قد إيه مرهقة واحدة من فتورات الأسف الشديدة والصعبة علينا مبارح طبعا خسارة عمر السلية هيتعمل النهاردة يعني أشاه عشان يتعرف تشخيص يعني دقيق للحالة وبناء عليها هيتحدد فترة غياب السلية لكنه بالتأكيد مش موجود في الحسابات على أقل تأدير على المدى القريب لكن الكواس في الموضوع أنه الأهلي بيستعيد إن شاء الله خدمات طبعا المالي الدولي أليو دانج بداية من مباراة مصر المقصة ويكون أعتقد ورق ربحة مكان عمر السلية مبارح الحقيقة من اللاجاده رامي ربيعة واحد استعاد زكرة التهديف أنا بالمناسبة كان المفروض للحقيقة بتادي أخبارنا النهاردة وأنا بتكلم على مطش مبارح بتحية الجمهور النادي الأهلي اللي كان حاضر بالذات المباراة لأن الحقيقة الولاد الشباب الرجالة اللي كانوا موجودين في أرض الملعب مبارح الأهلي والسلام من الديها الأولى بيحسسك وكأن ما فيش أي حاجة مهمة حصلت قبل كده وكأن ما فيش واجع بسبب سوء العروض أو تراجع النتائج أو خسارة لقب بطولة كاس مصر الناس بتبتدي من اللحظة الأولى وكأنها بتحتفل بحالة تتويج وكأنها فرحانة بأن الأهلي كسب بطولة وما فيه ثانية على مدار التسعين دقيقة حاسية أن الجمهور فيها وفر صوته ولا وفر مجهوده بالعكس الحقيقة قدموا صورة أكتر من رائعة عشان كده هي دي سر عظمة جماهير النادي الأهلي وهي دي الروح اللي احنا نتمنى أنها تكون موجودة في الفترة اللي جاية السلية هيغيب الشحات برا الحسابات شريف أعتقد برضه قدامه فترة طويلة في الموسم بالنسبة له انتهى محمد محمود عبد المنعم يعني الدنيا خفيفة وقريبة وارد جدا إن شاء الله يكونوا موجودين بداية من مصر المقصة خاليني أقول لكم سريعا جدا من أخبارنا كمان يمكن طبعا مستر ريكاردو سورش بيتعامل مع كل مباراة دلوقتي على حدة وحاليا هو بيدرس فرقة مصر المقصة اللي طبعا نتائجها ومستواها الموسم ده يعني ما يقلقش مفترض يعني وإن كان كل مباراة الحقيقة أعتقد أن نحن نعمل لها ألف حساب زي ما قلت لكم أليو زنجي راجع بداية من المباراة اللي جاية ريكاردو سورش يمكن نتكلم مع دكتور أحمد أبو عبلا وطلب منه تقارير مفصلة عشان يقدر يبني عليها خطة وطريقة شغل الفريق في الفترة اللي جاية مين ممكن يكون قريب مين ممكن يكون بيرجع طبعا بيرسيتاو مكسوني أكرم دوفيق شاركو حتى قبل مطش الجونة في جزء بسيط من التدريبات وإن شاء الله بتدريجيا يدخلوا ويكتسبوا فورمة المباراة اشتركوا في القناة